موضوع رمضان ده على أن تستفهم كبيرة جداً بسرعة موضوع إقافه وإحنا في رمضان اللي فات كده يعني أعلى طبعاً من الأيام مش بعيدة كنا بتادينا نسمع تصريبات عن إقاف رمضان صبحي وأن في لعيبها يتم إقافه مش تصريبات ده أستاذ جمال علامة ويستحبت كله خير بالزبط كده يعني ما كنتش حابي بقول بالأسماء نعم كنا بنقول تصريبات حصلت يعني إنما في الآخر بعد شهر ونص تقريباً أو أكتر أنت في تيجي في التوقيت ده تعمل إقاف لرمضان ده توقيت صعب جداً طب أنت النهاردة لو أنت واخد قرار بإقاف وطب ما وقفتوش ليه في الأول وبعدين النهاردة أنا ما جاب حيل لعيب للتحقيق أنا عايز أحقق معاه هل بوقفه الأول بعدين حقق معاه ولا بحقق معاه الأول بعدين بوقفه لا هي الحكاية مش كده أنا سأل طبعاً ما أنا حبيتها فأنا كان نفس الاستفسار بتاع حالك ده بالضبط إنه هو فيه إجراءات بتتخذها اللجلة أو المنظمة فيما يخص التأكد من أنه فيه فعلاً تلاعب ولا لأ فالفترة اللي فايت ديت بدأوا يتأكدوا إنه فيه تلاعب تمام؟ فتأكدوا فبيحصل إيه؟ هم عملوا مبارح إيه؟ منظمة بعتت إنه فيه إقاف لللاعب لحين انتهاء كل الإجراءات الإجراءات دي إيه؟ الاتماس أو جلسة استماع هيطلبها رمضان صبحي ومحاميه مش تحقيق من خلاص اللجلة أخذت قراره أنا خدت إيقاف بس إنت عندك فرصة إنك تيجي تقول لي إيه؟ طب اسمعوني النقط فأنت بالضبط فأنت موقوف لحين ما تقدم تيجي بجلسة الاستماع وتقدم دفعاتك والله اقتنعنا بيها خلاص تفضل يلعب كورة ما اقتنعناش بيها زي ما محامي رمضان صبحي اللي اللقتي هيتم تسعيد الموضوع للكاس أو المحكمة الرياضية الدولية فإحنا أخذ بالك الموضوع في رأيي مش حاسن إنه فيه حكاية ورواية على قد ما الإجراءات الطبيعية أخذ بالك لليه مش حاسن إنه فيه حكاية ورواية ده بورد بوك بقى حصلت فيه من شهرين يعني بورد بوك بقى للأسف هي واح من عامل جمع العالمتها في أربع سنين فهم واضح إنه العالم ونفيفة منبه جدا إن الأمور دي يبقى فيها حزم شديد جدا بس أنا بحكم قربي ومعرفتي الجيدة رمضان إنه رمضان عاش معانا بفترة كبيرة جدا كقاعد للمنتخب الأولمبي من اللعيبة المنضبطة اللي ما تغلطش غلطة زي دي بأمانة يعني يعني أنا على المستوى الشخصي رمضان من اللعيبة المثقفة جدا الزاكية جدا المتعلمة جدا اللي مركزة في شغلها بشكل كبير جدا اللي ما يغلطش غلطة تأثر عليه بالشكل ده لإن أنت غلطة زي دي أنت بتنهي حياتك القروة صحيح يعني ده موضوعا مش سهل فرمضان مش بالسزاجة دي إنه هو يغلط خطأ عارفة اللي يتمنى إيه إنه إن شاء الله دفعاته تبقى منطقية وصحيحة عشان الأمور تمشي بشكل كويس لكن لو قدر الله وعرفة الإيزابي يقول العدل ياخد مجرأة يعني إحنا بنقول يا رب رمضان ما يتوقفش أربع سنين وإن شاء الله ما يطلعش مزنم هو ده الأهم إنه ما يبقاش مزنم حاجة حاجة مرعبة وكنت بقول من شوية إنه أجمعنا فاش أهلي وزمالك دي بقى وجماهير ده مستقبل بني آدم مستقبل بني آدم في شغل يعني صحيح